السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم طرائق المحافظة على البيئة كما مر معنا في الدرس السابق تأثير الإنسان السلوي على البيئة من خلال الرعي الجائر ومن خلال الزحف العمراني ومن خلال الحرائق وهناك أيضا أثار سلبية أخرى للإنسان لنحافظ على البيئة علينا أن نحد من هذه الآثار السلبية على سبيل المثال الزحف العمراني الذي مر معنا سابقا وقلنا إنها عملية قطع الأشجار من أجل البنايات المتنوعة هذا أثر سلبي للإنسان وعلينا أن نحمي بيئتنا من هذا الأثر السلبي ما رأيت عزيز الطالب كيف يمكن أن تحافظ على البيئة من الزحف العمراني إذن نقوم محافظة على البيئة من خلال الزحف العمراني لأن الزحف العمراني هي عملية قطع الأشجار الأشجار وبناء مباني جديدة نقوم بعملية التشجير التشجير زراعة الأشجار زراعة الأشجار بدلا من الأشجار التي قام قام الإنسان بقطعها إذن نستطيع أن نحافظ على البيئة من خلال عملية التشجير التشجير وهي زراعة الأشجار الأثر السلبي الآخر للإنسان هو قطع الأشجار نلاحظ كثيرا يقوم الإنسان بقطع الأشجار في الغابات لاستغلال أوراقها أو أشجارها أو حتى لبناء البنايات كيف نقوم بالحد من الأثر السلبي من القطع الأشجار علينا أيضا التشجير كحل هذه المشكلة أيضا علينا مخالفة من يقوم بقطع الأشجار وخصوصا في الغابات مخالفة من يقطع الأشجار في الغابات كثيرا من يقطع الأشجار ليس فقط من أجل البناء خصوصا إذا كانت في الغابات أنه يقوم بقطع الأشجار من أجل الحصول على الخشب أو على الأوراق أو حتى على المادة الصمغية الموجودة على الأشجار تعرفنا أيضا عن طرق من الأثر السلبي للإنسان وهو التلوث وهو إدخال مواد ضارة في البيئة ما نوع هذه المواد الضارة التي يدخلها الإنسان في البيئة وتعمل على تلوث البيئة منها مواد صلبة مواد صلبة مثل القمامة البيتية من المنازل كمخلفات بلاستيكية أو زجاج أو ورقية أو معدنية وهناك نوع آخر من الملوثات وهي الغازية الناتجة من الدخان بأنواعها دخان سيارات دخان مصانع دخان السقائر أو ممكن أن تكون سائلة هذه أنواع من التلوث مثل مياه الصرف الصحي أو بالعامية مياه المجاري كيف نحافظ على البيئة من المواد الصلبة لأنه لا بد أن تكون هناك مخلفات صلبة كما يحدث لنا في البيت أو في المدرسة تكون هناك سلة مهملات توجد فيها المخلفات الصلبة كيف نحافظ عليها؟ أو عفواً كيف نحافظ على البيئة من المواد الصلبة التي تعمل على التلوث؟ هناك عملية تدعى عملية التدوير التدوير وهي إعادة صنع القمامة من المواد الصلبة واستخدامها مرة أخرى نستطيع أن نستخدم الأوراق المستخدمة في صناعة طائرة ورقية نستطيع أن نستخدم بعض العلب في صناعة حصالة هذه تعتبر من عمليات التدوير وتلجأ كثير من البلدان بفرز النفايات البلاستيكية في حاوية منفصلة عن نفايات الزجاج أو نفايات الورق وتقوم المصانع بعادة تصنعها مرة أخرى المخلفات الغازية دخان بأنواعه الناتج من السجائر أو من السيارات يجب علينا أن نخالف أصحاب السيارات والمركبات التي تقوم بنفذ الدخان إذن من طرق المحافظة على البيئة من المخلفات الغازية مخالفة أصحاب المركبات عند نفذ الدخان التلوث الناتج من المواد السيارة مثل الصرف الصحي كثير من نلاحظ مياه الصرف الصحي في الشوارع علينا أن نقوم بإصلاح أنابيب الصرف الصحي حتى لا تتسرب إلى المياه أو إلى الشوارع ننظر هنا إلى نقطة يقوم بها الإنسان وهو تؤثر سلويا في البيئة وهي الصيد الجائر كثيرا من الناس يلجأ إلى الصيد صيد الحيوانات لكن هناك نوع من الصيد يدعى الصيد الجائر أي كما قلنا مثل الرعي الرعي الظالم أو هنا الصيد الظالم الجائر يعني الظالم كيف يكون الصيد جائرا؟ يكون الصيد جائرا عندما نقتل الحيوانات المهددة بالانقراض التي تكون أعدادها قليلة جدا أو قتل الحيوانات في موسم تكاثرها إذا قتلنا الحيوانات المهددة بالانقراض التي تكون أعدادها قليلة أو حتى النباتات التي تكون أعدادها قليلة حيوانات مثل العقاب الذهبي النباتات مثل السوسنة السوداء إذا قمنا بالقضاء عليها فتصبح هذه الأعداد غير موجودة على وجه الأرض كما حصل للديناصورات فهي حيوانات منقرضة أي لا توجد على سطح الأرض هناك حيوانات مهددة أي سوف تنفذ هناك أعداد قليلة منها أو إذا قمنا بقتل الحيوانات في موسم التكاثر لأن موسم التكاثر يعمل على زيادة الأعداد وإذا قمنا بقتلها في موسم التكاثر فهذا يقضي على الكائنات الحية كيف نتعامل مع الصيد الجائر أو كيف نحافظ على البيئة من الصيد الجائر أولا تنظيم عمليات الصيد نظم عمليات الصيد أن نبتعد عن موسم تكاثر الحيوانات أيضا إنشاء المحميات المحميات هي عبارة عن أماكن توضع فيها الحيوانات المهددة بالانقراض مثل محمية الشومري أو محمية ضانا في الأردن التي تقوم بحماية الحيوانات المهددة بالانقراض وهنا أيضا ممكن مخالفة الصياد الذي يصطاد في موسم التكاثر أو يصطاد الحيوانات المهددة بالانقراض هذه عبارة عن طرق جميع التجير مخالفة من يقطع الأشجار في الغابات التدوير مخالفة أصحاب المركبات لنفذ الدخان إصلاح النبي بصرف الصحي تنظيم عمليات الصيد إنشاء المحميات مخالفة الصياد الذي يصطاد في موسم التكاثر أو يصطاد الحيوانات المهددة بالانقراض جميعها عبارة عن طرق المحافظة على البيئة وهناك نقاط أخرى بإمكانك عزيز الطالب أن تعطينا بعض هذه الاقتراحات ليست فقط تقتصر على هذا المهم نجد نقاط نحافظ فيها على البيئة سوف نقوم الآن بحل أسئلة صفحة 100 لدينا مجموعة من الصور هذه عبارة عن بعض إجراءات المحافظة على البيئة غرس الأشجار التدوير انظر عزيز الطالب هذه العلامة عندما تكون موضوع على الحاويات يعني أنهم يقومون بأخذ هذه النفايات وإعادة صنعها مرة أخرى هذه صورة لمحمية توجد فيها الغزلان وهنا تنظيم عمليات الصيد الأسمى إذن هذه عبارة عن أربع طرق للمحافظة على البيئة السؤال الأول كيف يساعد التشجير على حماية المورد الطبيعية؟ قلنا التشجير زراعة النباتات أو الأشجار إذن التشجير يعمل على زيادة أعداد المنتجات المنتجات تعد مصدر غذاء وتعمل أيضا على تنقية الهواء هل لاحظ تسلت النفايات في منزلك؟ أي أنواع النفايات يمكن تدويره؟ بالطبع النفايات الصلبة مثل الأوراق، الزجاج، المعدن ما أثر تدوير تلك النفايات في المورد الطبيعية؟ سوف نقلل من التلوث ما أثر تنظيم عمليات الصيد في الثروة الحيوانية؟ إذا نظمنا عمليات الصيد فنمنع الصيد الجائر وبذلك نحمي الحيوانات من الإنقراض كيف تساهم المحميات في المحافظة على الاتزان البيئي؟ أيضا حماية الحيوانات من الإنقراض ومنذلك نحافظ على المستهلكات وهنا عزيز للطالب صفحة 101 أطور معرفتي وأقوم تعلمي واجب بيتي أرجو إرساله على المجموعات وسوف أرسل التلخيص بإذن الله تعالى وبهذا قمنا بإنهاء المنهاج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته